من فترة طويلة عن مقاطع المقارنة فاليوم عدنا مقاطع مقارنة المنافس الأول نارين بيوتي هي يوتيوبر عادة 9 ملايين مشترك المنافس الثاني نور ستار هي يوتيوبر عادة 16 مليون مشترك وكالعادة فكرة المقارنة هتكون مثل مقاطع السابقة ولكن باللسبة لأشخاص الجديدين الأول مرة يشوفون فكرة المقارنة هتكون عبارة عن خمس نقاط تتوزع المتسابقين من خمس أمور لح تعرفوها بالحلقة النقطة الأولى الالتزام ثلاثة مصراحة مش كثير متلزمين باليوتيوب فالنارين بيوتي منزلة على قناتها آخر شهر تقريبا بس 6 مقاطع وهذا يعتبر نسبة كثير قليلة يعني تقريبا مقطع واحد بالأسبوع أو 3 مقاطع بالأسبوعين أما نور ستار فمنزل على قناتها آخر شهر 7 مقاطع وهذا أيضا يعتبر نسبة سيئة واللي هي تقريبا مقطعين بالأسبوع ولكن مثل ما شفنا أحصائيات فالنقطة هتروح النور ستار النقطة الثانية واللي هي جودة المحتوى صراحة أنا ما شوفت جودة القوية اللي قدموها ولكنها مش سيئة ولكن بالنسبة للأرقام الصراحة الكبيرة لعدهم فواحد يتوقع جودة أعلى فبعد ما شفت نوعا ما مقاطع من نور ستار فلاحظت الصراحة انه أدهن نوعا ما جودة محتوى كمونتاج وكأفكار وبنفس الوقت تحس تتعب يعني على الفكرة عكس نارين اللي تحس تعتمد بمقاطعها على البساطة وعلى انه شخصيتها يعني هي العفوية مش تتمنتج كثير وحتى الأفكار يعني دائما مكررة كثير صراحة الأفكار ومتجي بشي جديد فهذه النقطة أيضا لحتروح النور ستار النقطة الثالثة واللي هي حب المتابعين كالعادة هذه النقطة ما رح أحكم بيها أنا تحتحكمون بيها بالكومنتات من تحبون أكثر نارين بيوتي أو نور ستار النقطة الرابعة واللي هي الأغاني خلينا نبدأ بنور ستار نور عادها كم أغنية وصراحة أغانيها محقق نجاح كثير كبير صراحة بالنسبة لي ما أحب كثير أغاني نور ستار أحس مش كثير يعني تتعب بهذا المحتوى ومش داخلها هذا المحتوى بشكل جدي يعني حس أغانيها موجهة فقط للمتابعيها مو أكثر عكس نارين بيوتي اللي تحس داخلها هذا المحتوى بشكل جدي أكثر وعدها كم أغنية وصراحة أغانيها نوعا ما حلوة وبنفس الوقت متعوب عليها ومحقق النجاح فهذه النقطة صراحة أنا أنا شوفها تروح النارين بلا شك النقطة الخامسة والأخيرة واللي هي نقطة الشخصية سبق وذكرت بأحد المقاطع المقارنة أنه شخصية نارين مش تكثير أفضلها لأنه حس شخصيتها نوعا ما موجهة للأطفال ولكن المشكلة أنه حتى نورستار عند هاي المشكلة ولكن محتوها مش موجهة للأطفال وإنما شخصيتها موجهة للبنات أكثر حتى أفكار مقاطعة وشخصيتها نفسها موجهة لهم صراحة نشوي إذا فكر منه أنطي هذه النقطة الصراحة فأنا مثلا لو أشوف مقطع نورستار أو أشوف مقطع نارين فما رح أفضل أتعامل كطفل أو كبنية فبهذه النقطة ما رح أحطي النقطة لأي أحد وبهالحالة تبقى نتيجة 2-1 نورستار وهذا يعني نورستار فازت بيانا بهذه المسابقة لأول مرة تفوز وإن شاء الله ما حتكون آخر مرة تشاركوا إيانا وأما نارين فأول مرة تخسروا إيانا وبسلينا وصلنا إلى هذه المقطعات من حقا عاجبتكم تسعطوا لايك وتشاركوا بالقناة مع السلامة